حليفة، حليفة معنا الآن مزبوط؟ آه، ما أهلك، طبعاك طيب، ما وصلك من ميكروسوفت تيمز؟ ولا وصلك؟ لا، أنا كان عندي مشكلة صراحة دكتور بالإيميل تانبارح وديت إيميل للجارب حلتها؟ آه، حلتها تمام، تمام، لأنه بدكم تنتبهوا مرات لما يعني أبعث شيء عن طريق الميكروسوفت تيمز غالباً هو رح يكون يعني الانفتيشن اللي عملتها بداية الفصل يعني المفروض إنها وصلت للجميع وكونوا الآن التيمز صارت مزبوطة يعني اشتغلوا عليها الجامعة مع شركة مايكروسوفت صار من السهل الآن إنه الكل يشوف التيم في المايكروسوفت تيمز أبليكيشن تبعنا وبنفس الوقت بيظهر عنا الممبر كلكم آز ممبرز وداوت قيست بالعادة يعني عشان نكون واضحين يعني الأدمت بنعطيه للي بيكون طبعاً ممبر في الكلاس أونلي ما حدا يحاول يدخل بيجست أكاونت لأنه يعني ما رح أدخل على كلاس أز قيست رح أكتفي بأنه يعني يدخل آز ممبر في شغلة لسه مش عارف وين المشكلة إنه بعضكم عماله لسه بيظهر عندي إنه من المشكلة من المشكلة من المشكلة من المشكلة والبعض بيظهر طبيعي سألت قبل شوي بشرة ظاهرة طبيعي مين هبا؟ هبا؟ معنا هبا؟ 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 شو صار معك؟ وصلك المشكلة؟ آه وصلني على الإيميل طيب والآن كيف دخلت على التيمز؟ من أي أكاونت؟ دخلت من الإيميل؟ من أكاونت الجامعة؟ جامعة؟ مش من أكاونت الجامعة داخلية؟ نعم؟ أحكي مش من أكاونت الجامعة داخلية مضبوض؟ كان عندي مشكلة بالإنترنت كأنه بدلت دخلت من التليفون ومن اللابتوب بدك تنتبهي المرة الجاي لأنه مش ظاهر عندي إنك داخلة من الجامعة حسا برجع بحاول أدخل مرة تانية ما في مشكلة صوت داخل الآن ما في مشكلة بس ضروري إنه زي ما قلت إنه الكل اللي بدهم يكونوا معنا موجودين في المحاضرة يكونوا داخلين عن طريق يعني يعملوا الستهب سواء على الموبايل أو على الجهاز يعملوا الستهب للأكاونت عن طريق الجامعة تمام نرجع مرة ثانية كنا منقول إنه كنا منقول إنه راح يكون في عنا مجموعة من البروتوكولز اللي راح نستخدمها في هاي المادة الآن المادة اللي راح نغطيها راح تكون من كتابين الكتاب أو فعليا ثلاث كتب زي ما انت شايفين عنا هون اللي هو التكست بوك رفرانسز فعليا راح يكون في عنا ثلاث كتب يمكن يعني ثلاث كتب يفكر الواحد راح يعني يعني نشتغل كثير بالمادة أو نقرأ كثير فعليا هم المواضيع مفصلة يعني طبيعة المادة لأنه اسمها ملتيميديا نتوركينج فعادة إحنا في بداية الكلاس بناخذ فكرة عن الملتيميديا الملتيميديا داتا أو الملتيميديا انفورميشن فلذلك يعني كونه ما في كورس سابق قبل هذا الكورس بيكون في عنا يعني تمهيد لموضوع الملتيميديا نتوركينج في ما يسمى بالملتيميديا سيستمز فبالعادة بنبدأ بمواضيع إلها علاقة زي ما تشايفين هون اللي هو البارت الأول من المادة بنصرف عليه تقريبا يعني ثلاثين بالمئة من الكورس هو عادة بيكون بيركز على الملتيميديا data types أو information أو ملتيميديا سيستمز بشكل عام على ما يسمى بال تكنيكز اللي تستخدم في الملتيميديا هاي الأشياء اللي رح نحكي عنها يعني رح نحاول نربطها وإحنا بنتكلم عنها بالنتوركس لأنه الهدف هون يعني بالكورس بالآخر اللي ما نوصل له هو النتوركينج بارت في الملتيميديا فلذلك المواضيع نغطيها هي مواضيع يعني بتخلينا وإحنا بنتكلم عن الملتيميديا نتوركينج تصير الأمور إلها معنا ولذلك بنصرف يعني شوية وقت في البداية من الكورس على هذا الموضوع بعد ذلك لما ندخل على مواضيع زي الملتيميديا ستريمينج أو بعض أنواع البروتوكولز اللي لها علاقة في الملتيميديا أو على موضوع الـ Quality of Service بيصير يظهر عنا هاي الأشياء بالتفصيل وكيف نربطها بالـ Multimedia Information الآن المادة الأولى اللي هي رح نغطيها من الآن يعني نظن نستخدم هاي الـ Authors هون عشان نسهل علينا الرجوع لهاي الكتب As References في عنا كتاب هالسل وكتاب فروزان وكتاب كروز هاي الثلاث كتب بنغطي فيها بنغطي فيها المادة بترتيب معين يعني بنبدأ بنبدأ بكتاب هالسل الكتاب طبعاً relatively old لكن احنا مناخذ منه فقط خلينا نقول يعني الـ Basics في الملتميديا وبنعدل أو بنضيف عليها من يعني مصادر أخرى بدون ما نضطر انه نستخدمها As References يعني انكم ترجعوا لها بكتفي بانها المتيريال بتكون موجودة بالـ Slides نفسها يعني مضافة لكم من External Resources فقط لتكملة الفكرة فالجزء هذا احنا رح نشوف بعد شوي يعني من خلال استعراض المادة اللي رح نغطيها انه بالعادة يعني بنغطي بداية الـ Chapters اللي موجودة بهذا الكتاب هو الكتاب شوي قديم ويمكن العرف اللي صار عند الطلاب انه من فترة يعني مصورين أجزاء من كتاب هالسل من فترة زائد أجزاء من كتاب فروزان ويفترض طبعا هون انت اذا عندك الكتاب من مادة الـ Data Com فبإمكانك تستخدموا نفسه الكتاب عندك كتاب الكروز من من المادة الـ Networks برضو بتقدر تستخدمه فهدول الكتابين يفترض موجودات عندك المادة الإضافية اللي يعني بدك تحصلها هي فقط مادة الملتي ميديا اللي رح نبدأ فيها البارت الأول من المادة واللي هو موجود في كتاب هالسل هسا الأجزاء اللي رح نأخذها من كتاب فروزان وكتاب كروز هما الاثنين زي ما أنتم عارفين كتب Networking فلذلك ممكن تلاحظوا في المادة اللي قدام انه الكتابين بيغطوا تقريبا يعني نفس المادة فلذلك احنا ما رح نعمل إعادة واحنا بنعطي في المادة وإنما بدي أروح على البارت اللي له علاقة بالكورس كونتنس زي ما أنتم شايفين هون رح تلاحظوا إنه مثلا إذا لما نيجي بنا نتكلم مثلا عن الفيديو ستريمينج رح نغطي جزء من الفيديو ستريمينج من كتاب فروزان وجزء من كتاب كروز طبعا الجزء اللي منغطيه من كتاب فروزان ممكن يكون نفسه موجود كمان في كتاب كروز بس ما رح يعني نعيده مرتين لكن إذا يجينا نغطي موضوع مثلا من كتاب كروز بنكون نفس الموضوع إما اخترنا نغطيه من كتاب فروزان أو من كتاب كروز بس مش نفس الموضوع يعني نغطيه من الكتابين مع بعض بيكون الفكرة بالموضوع إنه يعني من وجهة نظري بيكون شايف الموضوع هذا مغطى طريقة أفضل مثلا بكتاب فروزان عن كتاب كروز فبحدد لكم إياه هذا بالنسبة للمتيريا اللي بغطيها من السلايد بتكون موضح السلايد دائما في بداية المحاضرة إنه هاي من المادة تبعت مثلا كتاب فروزان chapter 28 أو من كتاب فروزان مثلا chapter 30 أو من كتاب كروز بتلاحظوا بعض المواضيع رح تضغط من نفس يعني من كتاب واحد بعض المواضيع زي ما قلت جزء من هاي المواضيع مثلا اللي تابع على quality of service نغطيها من chapter 30 وجزء آخر من كتاب كروز chapter 7 بتلاحظوا بداية المادة لحد chapter 4 اللي هو الجزء اللي قلنا قبل شوي عنه منسميه مرات الملتي ميديا سيستيم سبارت اللي هو فقط ريليتد للملتي ميديا without networking طبعا احنا رح ناخد بعض الأمثلة يعني فيها شوية networking واحنا منغطي بهذه المادة عشان نربطها بالnetworks موجودة بالكتاب هذا بس القصد انه اللي رح نغطيه رح يكون من كتاب هالسل الآن في عنا chapter 1 2 3 and 4 فعليا chapter 1 هو اللي رح يعني أغطي فيه introduction من هذا الكتاب وهو زي إذا بتذكروا في مادة الnetworks computer network protocols كان في عنا زي introductory material من first two chapters هون نفس المبدأ chapter 1 هو فقط introductory يعني مش صلب المادة المادة تبعتنا رح نبدأ فيها من chapter 2 فمين اللي رح يكون تركيزنا على chapter 2 3 و 4 بمادة الملتي media part بتلاحظوا تقريبا يعني على المادة القديمة زمان لما كنا نعمل امتحانات first و second يعني تقريبا كنا نوصل لمادة الفيرست نغطي مادة الفيرست في هذا الجزء هي أول تقريبا 4 5 أسابيع كنا نغطي فيها هذا part ومادة second بنكمل أو من عند مادة second كنا نبدأ بمادة الملتي media networking itself ونكمل فيها لل final أرجع مرة ثانية لل references الآن هاي فكرة ال references اللي عندنا الآن ال edition ما بتفرق كثير يعني ما فيه تعديلات جوهرية بال part اللي بدنا إياها اللي هو العلاقة في الملتي ميديا سواء كان من كتاب فروزان أو كروز يعني ممكن الكتاب كروز يكون في edition أحدث الآن أعتقد يمكن 7th edition بس من 6th edition وطالع يعني تقريبا الماتيريا الخاصة في الملتي ميديا ما في عليها يعني major changes يمكن يتغير بس رقم ال chapter بالنسبة لل assessment راح نعتمد اللي هو assessment اللي خاصة بما يسمى يعني بال التعليم عن بعد بال assessment يعني نربطها بالتعليم عن بعد assessment اللي هو ورح يكون فيه فقط انتحانين mid و final بال 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 part اللي خاص بال project أو بال assignment رح يكون في عنا مجموعة من assignment مجموعة المني project نغطي فيها المادة يعني بمراحل مختلفة من الكورس احتمال يعني ألجأ لتجربتي بالفصل الثاني الماضي بدأنا المادة بالجامعة وبعدين كملناها عن بعد فلما نكون بالجامعة البلان الشوية بتختلف بطريقة اعطاها الآن عن بعد نفس المبدأ يعني نحاول انه يعني زي ما يقولون نتكيف مع الوضع هذا ونغطي برضو يعني assignment أو mini project mainly خلينا نحكي مبدئيا رح يكون في عنا assignment نوعين assignment زي ما عملنا في مادة network protocols اذا بتتذكروا اخذنا بعض assignments على ويرشارك واذا بتتذكروا قلنا هذا يعني بيخلي الواحد يشوف بشكل عملي او زي ما بيحكوا على ارض الواقع يشوف فعلا الباكتز او الفريمز او الانفورميشن اتسلف بشكل فعلي بدل ما انه فقط يشوفها على شكل headers ومعلومات موجودة كتابة في عنا بالمالتيميديا نفس الشيء في عنا مجموعة من البروتوكولز زي ما قلت قبل شوي في عنا الRTB الRTCB في عنا الSIP يعني في عنا مجموعة بروتوكولز برضو بإمكاننا انه نشوف هاي الملتيميديا داتا والمعلومات اللي بتكون عادة بالهدر تبع الIP packet او الهدر او الهدر تبع الRTB بروتوكول نشوف هاي التفاصيل كلياتها بشكل عملي فلذلك بيكون في عنا بعض الWireShark Assignments هسا منفترض احنا انه من مادة الNetwork بروتوكولز انه صرنا familiar مع الWireShark وبالتالي لما نعطي يعني Assignments على هذا الموضوع بتكون الامور ان شاء الله يعني سليسة اكثر برضو بتحقق اعتقد يعني جانب عملي من الكورس برضو جرت العادي زمان انه كنا نعطي يعني project كامل ونعمل groups ويكون في discussion بنهاية الفصل لهذا البروجيكت يمكن هذا الكلام شوي يكون صعب عن بعد لذلك يعني على الأغلب لسه مش يعني متأكد اشي اللي راح أساوي بهذا البارت بس على الأقل يعني يمكن أعمل شيء شبيه باللي عملته الفصل الثاني الماضي بأنه يكون في عنا mini projects أو خلينا نسميهم programming assignments بحيث بحيث أنه يطبق الطالب protocol معين أو فكرة معين درسناها بمادة الملتي ميديا على شكل programming assignment وهاي بالعادة بيكون الشغل فيها يعني individual بحيث أنه كل شخص بيشتغل لوحده وبيسلم الشغل تبعه بطريقة يعني معينة بنعلن عنها لاحقا فطبيعة الpart هذا العشرين علامة بيكون موزعة ما بين mini projects أو programming assignments مع most likely يكون في عنا wire shark assignments كمان ما تبقى طبعا الوضع العادي اللي هو امتحانات mid و final ما تبقى بالSerebus قبل ما أدخل بالintroduction هو مواضيع عامة أو أشياء يعني خلينا نقول بتقدر تقرأها لضمان جودة الكورس يعني منركز فقط بالServe الله على مدار الفصل المين topics وزي ما نشافين بعض المواضيع ممكن تاخذ معنا from one to two weeks وما تبقى بتقرؤوا لوحدكم يعني ما في شيء جديد فقط instructions يعني how to go with the course في أي سؤال عن السيليبس أو عن طبيعة الكورس قبل ما نبدأ بالintroduction الآن السلايد أنا يمكن لسه ما عملت إليهم upload أتوقع يمكن حطيت السيليبس بس السلايد عادة إن شاء الله قبل المحاضرة بيوم عساس يعني أضمن إنه إذا بدي أعمل أي تعديل إنه يكون يعني معمول ما أضطر أعدل على السلايد بعد ما أعملي الhome post يفترض الآن السلايد ظهرت أمامكم هاي الintroduction زي ما قلت قبل شوي هي من chapter one هاي المادة من كتاب هالسل اللي هي زي ما قلنا رح نبدأ فيها من chapter one لحد chapter four الفكرة هون إنه بس يعني ناخذ فكرة عامة عن طبيعة الكورس إيش الأشياء اللي رح نغطيها فيه وبنفس الوقت نتعرف على المين يعني idea of multimedia لان لان لما نحكي multimedia بشكل عام يعني الملتي هون هي لوجود أكثر من نوع من الميديا موجودة عنا يعني عادة ممكن إحنا إذا منتكلم عن text only أو information عادية عادة هاي يعني اللي هي احنا مرات نصير ونقول إنه في عنا data we want to transfer over internet فزي مثلا إنك تيجي تنزل إنت مثلا text أو pdf file أو تعمل transfer لtext only لما ندخل فيها images أو audio أو video فنتكلم عن multiple type of media منسميهم multimedia هاي type of information إلها شوية خصوصية بالتعامل معها over internet وهذا هو الهدف من هذا الكورس فلما نتكلم عن images أو audio أو video طبيعة الcontent هذا يريد معاملة خاصة هسا الهدف من هذا البارت الأول من المادة إنه نتعرف على characteristics of images of audio of video وبناء عليها نصير نقول given هاي characteristics نصير نقول بدنا مثلا طريقة معينة تترانسفير هاي الانفورميشن over internet فنتعامل معها بطريقة مختلفة عن regular text العادي هسا لما نيجي نقول image وهذا طبعا رح ندخل فيه بالتفصيل بالمادة يعني one by one بالمادة القادمة بشكل عام لما نتكلم عن text بالعادة بتعرفو إنه مكون من أي stream of bits هو بالآخر طبعا كله رح ينبعث as stream of bits بس الbits هاي مثلا في text بتصير نعمل منها units ونبني منها text يعني نيجي نقول مثلا في عندنا characters فمنصير نقول من جمع characters مع بعض ونعمل منهم string أو text بالimages بالمادة لقدام يمكن مصطلح pixel مر معنا كثير حتى بالمصطلحات العامة فمنيجي مثلا لما واحد يجي بدي يشتري كاميرا أو يشوف عنده على التليفون لما ينزل تليفون جديد بيجي بقول لك هذا كاميرته مثلا الأمامية 2 أو 4 أو 6 أو 8 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية resolution تاحة منصير نقول أعلى بتوصل مرات 12 و20 ويمكن بعضهم بيوصل 40 وأكثر من هيك فالقصد أنه المين يونت اللي بنستخدمها لبناء image بنسميها بيكسل هسا بالمادة لقدام رح نشوف البيكسل هي بحد ذاتها مجموعة من البتس فمنرجع يعني نقارب الموضوعين مع بعض أنه في عنا string أو text و characters والكاركتر مكون من بيتس الآن في عنا image والإمج مكون من بيكسل والبيكسل كل بيكسل بيتس طبعا هذا الموضوع يعني الآن ما تأخلوا كثير يعني أنه قاعدين بنشرح بالمادة بس قاعد يعني بوضح شو اللي بدنا نغطيه بالمادة رح ندرس الموضوع هذا بالتفصيل يعني بتوبك منفصل تماما فالآن مش يعني مش قاعدين بنبدأ نشرح بالمادة خلينا نقول الفيديو نفس المبدأ هو sequence of images ومنبعثهم بريت معين أو بنعمل لهم capture بريت معين من الكاميرا فبيكون في عنا مرات ما يسمى بال stored streaming يعني بث offline ومرات بيكون في عنا live streaming بيكون في عنا بث مباشر فهي من الأشياء اللي رح نتكلم عنها كمان الأوديو نفس المبدأ بيكون في عنا مثلا السورس تبع الأوديو ممكن يكون المايكروفون ممكن يكون عبارة عن device معين مثلا يكون جاي من music يعني digital الأوديو أو بيكون analog لما نتكلم عن مايك بالعادة نحن يكابتش analog signal بعدين طبعا نضطر نحول ها ل digital signal تبتتذكر وبال data communication وبعدين نبعث ها بعض السورس أوديو بتكون already digitized وبالتالي ما في داعي إن نحول ها يعني ما بتمر بمرحلة analog to digital conversion Again هاي مواضيع راح نغطيها in details بهذا الكورس بالجزء الأول من المادة اللي هو لما نتكلم عن images بالتفصيل بعدين ننتقل للفيديو بعدين ننتقل للأوديو يمكن الفلو تبع المادة من باب يعني بس التوضيح إنه راح نغطي images والفيديو وبعدين ننتقل للnetworking part حتى يعني نمشي شوي في موضوع الnetworking واللي هو غالبا راح نركز فيه على images والفيديو أكثر الاوديو بارت راح نرجع له بعد ما يعني نقطع شوط بالمالتيميديا networking part راح نرجع لل characteristics of the audio ونغطيها زي ما غطينا images والفيديو بس في البداية عشان يعني نمشي في المادة أكثر وما يعني نصرف لحد نصف المادة وإحنا منغطي فقط مالتيميديا نحاول ندخل زي ما قلت يعني بعد ربع المادة أو ثلثها ندخل مباشرة بالnetworking part راح نرجع زي ما قلت بالكورس لموضوع الاوديو فكفلو بالمادة إذا انتبهت بالسلايد بالسيليبوس انه في عنا chapter one two three four راح نرجع لهذا لهاي الشابتر أو لكتاب هالسل راح نرجع له مرة ثانية بعد ما نكون مشينا شوي بكتاب فروزان وكتاب كوروز نرجع مرة ثانية لكتاب هالسل عشان موضوع الاوديو بس مين للأشياء اللي بدنا نغطيها في الnetworking بنكون يعني الأشياء والفيديو يعني كافية انها تخلينا نبدأ بمادة الملتي media networking فهذا بس عشان ننتبه للفلو تبع المادة حسا المادة لما نيجي نغطيها لما نتكلم عن الملتي ميديا راح تشوفوا انه يعني بعض انواع الملتي ميديا types ما لها علاقة بالtime يعني منسميها time independent زي انت مثلا عندك بتصور image بعدين هاي الimage بتخزنها بعدين بتيجي مثلا بتعمل لها download حتى تعرضها او تعمل لها transmission again هاي يعني راح نغطي هاي الامور بالتفصيل بالمادة لقدام بس الفكرة انه يعني ممكن نفكر بالimages انه نعاملها زي كأنها text يعني stream of bits ونعمل لها download وبعدين نعرضها بالمقابل زي ما بتشوفوا طبعا بالreal life لما نتعامل مع audio والفيديو احنا فعليا هون نتعامل مع time dependent sequence يعني معنى اخر انه الimages اللي احنا قلنا مثلا الفيديو عبارة عن sequence of images هاي الimages بتنعرض بrate معين بsequence معين بtime معين وبالتالي بنسمي هذا النوع من التransfer للinformation streaming بدل downloading طبعا الفرق بين وهذا رح نرجع مرة ثانية نوضحه بالتفصيل ان شاء الله في المادة انه في عنا اشي اسمه streaming واشي اسمه downloading downloading انه انت تعمل the whole file وبعدين تعمله open زي مثلا عندك pdf file تعمله download كامل بعدين تعمله open لما نحكي streaming المقصود انه while you are downloading the file you start playing وابسط يعني مثال على هذا الكلام انتو بتشوفوه اللي هو لما انت تيجي تعمل مثلا play la youtube ف بتبدأ بتشوف انت عندك تحت indicator بيفرجيك انه عماله يعني بيمشي مع الوقت ف الفايل كامل ما بيكون موجود عندك مو ضرورة تستنى للفايل كامل انه ينزل او الفيديو فبتبدأ انت تعمل playing while you are downloading هذا منسميه streaming طمعا راح ندخل بالstreaming بالتفصيل ان شاء الله بالمادة وراح نشوف انه فعليا streaming هو related اللي هما زي ما قلنا يعني بيعتمدوا على موضوع timing يعني مع الوقت بيصير ال generation للdata بالمقابل لما نتكلم عن images اللي هي قريبة على فكرة التكست نتكلم عن time independent information هاي again يعني من المواضيع اللي راح نركز عليها موضوع streaming بالمادة لقدام طيب شو اللي راح نساوي بهذا الكورس طبيعة هذا الكورس يعني بفرجينا multimedia applications بالانترنت وبيخلينا نشوف فعليا how they work وبنفس الوقت شو البروتوكولز اللي تستخدم في هاي multimedia applications over internet وبنحاول نربطها مع الابليكيشنز اللي احنا قاعدين بنستخدمها بالحياة العامة يعني طبيعة هذا الكورس يمكن يكون شوية خلينا نقول يعني عملي او يعني بيربطنا بالواقع اكثر مثلا مقارنة بكورس ال network protocols هون لما تيجي انت مثلا نتكلم على video streaming يعني بدناش نقول الكل بس يعني الغالبية العظمى ممكن بتتعامل مثلا مع اليوتيوب او مع netflix كأبليكيشن للفيديو كفيديو ابليكيشن او ملتيميدي ابليكيشن فالآن بنصير احنا نربط يعني كيف بيشتغل اليوتيوب بس بدل ما نتفرج عليه از يوزر بنصير الآن نتفرج عليه بالكورس از ادفلوبر بنصير نفهم خلينا نقول يعني كيف بيشتغل اليوتيوب شو البروتوكولز اللي بيستخدمها اليوتيوب شو معنى انه بيعمل بفرينج في بداية العرض تبعه بتلاحظوا مثلا تحت اول ما يبدأ اليوتيوب ما بيعمل بلاي بتلاحظوا بيظهر عندك زي غري area وبيبدأ شوي شوي زي كأنه في two cursors او two pointers واحد بيلحق الثاني واحد بيعمل play والثاني بيعمل buffering ف بنبدأ نفهم معنى هاي الاشياء اكثر وانت بتحضر يوتيوب بتلاقيك مرات بيوصل عندك الpointer تبع playing لعند الpointer تبع buffering بس يوصل عنده بتشوف اليوتيوب عندك وقف شوي عمل freezing عبين ما يرجع يعمل buffering برجع بيكمل شو اللي قاعد بيصير بالضبط هون وشو اللي بيأثر على هذا الكلام وليش قاعد بيصير هذا الكلام مرات وانت بتتفرج على اليوتيوب بتلاحظ اللي كنا من نسمي احنا بالعامية resolution بتلاحظ او quality of the video طبعا هاي مصطلحات رح نفهمها اكتر بالماد ان شاء الله يعني شو منقصد بالquality of the image or video شو اللي منقصده بمعنى resolution للimage or the video فنحكي بالعامية بتصير الواحد يقول والله هذا الفيديو يعني مش واضح كثير او والله الصورة بتكسر او فيها pixelation يعني فيها مربعات عماله الصورة مش واضحة كثير لدرجة انه بتصير تشوف يعني وكأنها الصورة مقسمة لمربعات او بتوقف الصورة شوي او بصير يظهر عندك black squares او dots داخل الصورة لفترة بعدين فجأة بيروحوا بترجع الصورة بتصير واضحة بعد شوي وانت بتتفرج بترجع بتبطل واضحة بدون ما انت تدخل طبعا هذا كله بنصير نربطه بال network bandwidth فنصير نحكي networking منصير نحكي انه شو علاقة ال network bandwidth بالموضوع شو علاقة السيرفر اللي عماله بعمل streaming يعني انا قاعد شابك على سيرفر معين موجود عليه هذا الفيديو عن طريق اليوتيوب فشو علاقة هذا السيرفر بالموضوع شو علاقة اللي بيبعث فيه هذا السيرفر شو علاقة ال resolution اللي انا اختاره اذا بتلاحظه مرات اذا بتفتح على بنفس اليوتيوب بتلاقي بالcorner بيفرجيك different resolutions مرات بيعطيك HD مرات بيعطيك resolution اصغر 1024 في كذا او 800 في 600 او بيعطيك 400 او 430 برقم ثاني يعني بصير يعطيك resolution اصغر واصغر هسا كل مرة انت بتختار يعني different resolution بتلاحظ مباشرة بيأثر على ال quality اللي انت بتتفرج عليها هذا الكلام كل ياته as a user احنا بنشوفه الان بنحاول بهذا الكورس ان نفهم هاي الاشياء كلها كيف بتصير وليش بتصير وكيف وكيف انا ممكن اني يعني as networker خلينا نقول لو انا بدي اعمل my own streaming application شو بلزمني من protocols لو بدي اعمل streaming server واعمل streaming client يعني اعتبر انه انا بدي اعمل application شو مواصفات هذا السيرفر شو البروتوكول اللي لازم تكون بين السيرفر والكلاينت كيف الكلاينت بيطلب من السيرفر انا الان بكون في عندي على شاشة مثلا اليوتيوب في عندي مثلا pause في عندي fast forward في عندي backward كيف انا بعمل jump بكون مثلا بتفرج على مكان معين تعرف بامكانك تروح تعمل click على future point وبروح بينتقل هناك شو اللي قاعد بيصير بين الكلاينت والسيرفر انت عامل رن لليوتيوب عندك سيرفر عماله بيرد عليك فانت لما تعمل fast forward شو بالضبط انت اللي عملته مع السيرفر وصار عندك fast forward شو اللي انت بتعمله لما تعمل jump what type of request انت بتبعث للسيرفر وكيف السيرفر بيفهم هاي الريكوست تعتك شو البروتوكول اللي عمالنا بنعمله رنينج أوور أو بنعمل اليوتيوب running over this protocol is it udb or tcb بال multimedia أو بالnetworks كنا نحكي لما يكون في عنا multimedia data افضل ان نستخدم udb is it always better to use udb rather than tcb هل ممكن نستخدم tcb بدل udb for streaming multimedia هاي كل هالأشياء خلينا نقول technical questions منصير نجاوب عليها ان شاء الله من خلال الكورس طبعا رح ناخذ الامامنا يعني زي netflix أو يوتيوب رح ناخذهم as case study case study يعني انه بعد ما مثلا ندرس concepts معينة على موضوع مثلا video streaming وهذا النوع من اللي احنا رح نسميه يعني ك multimedia application نسميه interactive application شو يعني interactive يعني انه اليوزر بيعمل interaction مع السيرفر يعني زي كأنك بتحضر على dvd player في interaction بتعمل pause بتعمل forward بتعمل backward من هون اجت كلمة interactive حسا هذا النوع من الapplications اللي بيمثلهم netflix واليوتيوب رح ندرس netflix واليوتيوب as a case study يعني معنى اخر نصير بعد ما ندرس هاي ال basics كلياتها تبعت video streaming انو عندي مثلا stored video موجود على اليوتيوب او netflix وانا باجي بطلبه هذا الفيديو as a client رح ندرس بالاول هاي الاشياء كلها كيف بتتم ب framework كامل ما بين client و server بعدين نشوف مثلا netflix كيف بيستخدم هاي set of protocols وهذا الarchitecture اللي احنا نتكلم عنه to make netflix او to make youtube فمن خلال المادة ونحنا ندرس رح نصير نتكلم عن اليوتيوب وعن netflix زي ما قلت من منطلق technical part على اساس نصير نربطه بالاشياء اللي كنا نشوف ها النوع الثاني من الملتي ميدي بيسموه مرات interpersonal communication او مرات يعني بيكون interactive او real time communication وهذا النوع الثاني زي اللي احنا منساوي الان انه الفيديو اللي عماله الان بوصلكم بدل ما يكون يعني عبارة عن stored video من سمي stored streaming عماله بيجيكم live streaming live streaming زي مثلا انه نفتح video chat او زي ما نعمل conference او انه نستخدم tools زي الان مثلا microsoft teams او zooms او google meet او skype ويصير في عنا interaction ما بين ال two users يعني الان الطرفين اللي داخلين خلينا نقول في في two parties اللي منهم عماله بنعمل communication او generation للdata الاثنين بيردوا ع بعض يعني زي مكالمة وبالتالي انا بمرحلة من المراحل بكون بعمل transmission يعني كإني server في لحظة ثانية الطرف الاخر هو اللي بيصير يرد علي وبالتالي هو الان اللي بيصير يبعث لي الفيديو او الاوديو فزي مبدأ لسكايب انه او الجوجل meet او زوم او مايكروسوف تيم او حتى applications زي الواتس اب على مستوى الموبايل بانك تعمل فيديو تشات او او اوديو تشات هون نتكلم عن ما يسمى interpersonal communication مقارنة بال interactive application تبع نتفليك واليوتيوب again يعني as a user لما انا استخدم application زي skype او غيره راح ندرس كمان الفروقات ما بين انه يكون في عندي real time transfer لل data زي الان يعني انا بتكلم real time وبتوقع الرد يكون real time من الطرف الاخر وما بين انه يكون في عندي streaming انه في عندي server وهو اللي عماله ببث فرح ناخد برضو skype as a case study يعني بنرجع نقول انه بنستخدم احنا skype as a user بس الان راح نحاول بهذا الكورس نفهم اكثر كيف بيشتغل skype technically وشو البروتوكولز اللي بيستخدمها لسكايب وكيف بيعمل مثلا adaptation مع network bandwidth وشو تأثير مثلا network عليه طبعا انا قلت بس network bandwidth فعليا لما نتكلم بالnetwork زي ما بتعرفوا في عنا components ل quality of service او عنا performance metrics بالعادة من اطلع عليهم اذا بتتذكروا معي بمادة الnetwork نتكلم عن performance metrics بالnetwork ما بنربطها فقط بالbandwidth اذا بتتذكروا في عنا اشياء اخرى بتأثر على communication over network عنا delay عنا loss مظبوط فرح نشوف مثلا شو تأثير الباكت لوس على الملتي ميديا داتا هل تأثير الباكت لوس على الملتي ميديا داتا زي زي الregular داتا العادية لو كان pdf مقابل video فايل شو تأثير الباكت لوس على هذول النوعين من information شو تأثير الجتر الدكتر بالnetworks كنا نتكلم عن الجتر او الvariation ما بين ال delays تبعات الباكت شو تأثير هذا على الفيديو او الaudio transmission فهون منصير نربط انه بعد ما نفهم الكاركترستيك of the video and audio ونفهم برضو الconcept of video based على concept of image لانه video sequence of images لذلك منبدأ بالimages بصير 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 الان نربط هاي المواضيع كلها في بعض فلما نتكلم عن الbandwidth والdelay والloss والجتر بنصير نربطهم وتأثيرهم على الفيديو او الaudio over the internet من المواضيع الاخرى اللي مرات بنتكلم عنها بسموها entertainment applications اللي بلشت تدخل جديد اللي هي موضوع الانتر اكتف تليفجين او smart tv فنفس المبدأ اللي الان صرنا نشوف انه التلفزيونات بطلت بطريقة كلاسيكية فقط انه نستخدم الساتيلايت او الكابل صرنا الان نشبك على الانترنت وبالتالي يعني صرنا نستخدم مرات ما يسمى بالموفي او فيديو on demand في عنا مثلا انه نفس التيفي صرنا نستخدم لانستخدم 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 ممكن في بعض الدول او ال program انه مثلا تعمل voting على شغلة معينة او مسابقة او كذا صار الواحد ممكن يعمل حتى شوپنج من خلال التيفي محمد تفضل تسأل رافع ايدك تفضل اسأل مثلا الفيديو on demand برضو نتفليك صار فيديو on demand yes هو القصد هون يعني يعني كلاسيكيا زمان قبل ما يكون في عنا نتفليكس ويكون في عنا يوتيوب كان طبعا هذا الجزء باي دا وي يعني ما رح يكون جزء من المادة اللي نغطيها للسبب اللي انت قلته لان احنا لما نتكلم عن ال entertainment applications ونستخدم فيها التيفي هون مش بالضرورة الانفرا structure اللي نستخدمها تكون عبارة عن انترنت هسا اذا استخدمنا الانترنت زي ما بتعرف بال smart tv الآن بتلاقي نتفليكس واليوتيوب part of the ip tv وبالتالي هون بنستخدم الانترنت هسا المقصود هون بال movie وال video on demand المقصود فيه هون انك بتستخدم ال infrastructure تبعة الشركة يعني بيكون زي يمكن منتشرة بدول بره اكثر من عنا ويمكن في بعض الاماكن بعمان اللي بسموه cable tv يعني فعليا انت movie او الفيديو اللي بتطلبه هذا movie ما بتطلبه over internet انت قاعد بتطلبه من خلال الشركة نفسها فالقصد انه بيكون في عندك واصل cable tv ومن خلال هذا cable بيكون transmission ل movie movie فهون انت بيكون يعني الinfrastructure اللي بنتعامل معها ليست الانترنت طبعا بتكون reliability هون اعلى بكثير ممكن يكون over satellite ممكن يكون over cable tv منسميه وبالتالي يعني طبعا هاي شوي شوي بلشت يعني خلينا نقول يعني تتلاشى او تختفي لما الان صار في عندنا bandwidth ممتازة على الانترنت و infrastructure ممتازة زي fiber فصار الان الناس يعني يعملوا switch بدل ما يكون movie on demand بالطريقة الكلاسيكية زمان اللي هي عن طريق tv نفسه وعن طريق infrastructure او الخاصة بال tv يعني كيف واصل الفيديو لهذا البيت زي ما قلت زي ما نستخدم الانترنت فنوعا ما يعني صار الان الامور mixed يعني لما نتكلم عن movie or video on demand اول ما يخطر عباله الواحد زي ما قلت هو netflix الان لما نيجي نتكلم عن tv itself بهذا النوع من الابليكيشن زمان هون ما نتكلم على ان نبعث الفيديو او الاوديو over انترنت وانما بيكون على dedicated خلينا نقول network وبالتالي او dedicated lines وبالتالي بيكون البث طبعا اكيد مكلف اكثر لكن بالمقابل بيكون الثروبوت عالي جدا ببنرجع مرة ثانية فيه نوع من الميكس الان يعني بالايام هاي الجديدة لما نقول entertainment applications ممكن الواحد يصنفها بال interactive applications بزي ما قلت هون over internet فالover internet زي اللي بيمثل netflix واليوتيوب لما قصد هون بال entertainment applications it's not necessarily to be over internet فthis is the point اللي هي لما نقول مثلا زي ما قلت انه في subscription عن طريق ال cable tv company هاي يمكن من تشرا اكثر بدول زي امريكا اوروبا اللي بيسموه cable tv فبالتالي انت كيف اللي بتشترك مع شركة tv وبصير يوصلو لك cable على البيت وبتصير انت الان مش عن طريق الانترنت بتطلب الفيديو او كذا بيكون في عندك huge library of movies واشياء زي هيك بتصير تحضرها وقت ما بدك طبعا بالاضافة لخدمة البث تبع tv العادي بس ما في داعي انه زي ما بيقولوا تشبك تحط ديش على السطح وتنزل السلك منه بيجيك مباشرة كابل من الكمبني نفسها بيش بيكون لك مع التلفزيون الآن هذا النوع من ال entertainment applications ما رح نتطرق له لانه زي ما قلت رح يكون تركيز نا على applications over internet فهو بس من باب يعني التوضيح لأنواع multimedia applications الآن نرجع بس نذكر على السريع زي ما قلنا قبل شوي ال interpersonal applications أو هي real-time applications رح نسميها بعد شوي بالمادة رح نشوف أمثلة عليها فبجوز يعني تكونوا سمعتوا بمصطلح voice over IP هون نتكلم عن real-time application نستخدم فقط voice over IP يعني بصير بديل عن التليفون العادي نصير نعمل مكالمات over internet يعني زي مثلا تستخدم skype تستخدم whatsapp تستخدم أي application over internet بحيث أنه فقط يكون للمكالمات هون نستخدم concept أو framework نسميه voice over IP طبعا من خلال المادة رح نخصص part من المادة لل voice over IP ونشوف يعني كيف يعني شو فيه characteristics لل voice بتتأثر مع الانترنت لأنه احنا هون قاعدين نستخدم لما نقول over IP يعني نصد انه over internet طبعا مصطلح مشابه لل voice over IP صار في عنا الان video over IP أو ال IPTV هذا كله بيندرج على مبدأ اللي هو انه نستخدم video over IP بس هون لما نقول voice over IP نقصد فيه اللي هو نرجع منقول real time applications يعني إما منستخدم فقط منسمي speech only يعني زي كأنك تستخدم skype فقط for communication تستخدم فقط audio أو إنك تستخدم audio وفيديو مع بعض يعني تفتح الكاميرا كمان مع الصوت منصير نتكلم عن ما يسمى بالvideo conferencing أو الفيديو تلفوني لما يكون في عنا over internet mix ما بين text وimages وaudio وفيديو هاي منسميها مرات rich environment اللي هي عادة مثال عليها في real time applications اللي هي الفيديو games اللي يعني الانلاين فيديو games انتشرت كثير وبتعرفوا ممكن يدخل فيها streaming لreal video بدخل فيها streaming لل graphics يعني بيكون فيها images وgraphics وتكست برضو كمان بيصير يعني for chatting فلما نجمعهم كلهم مع بعض يعني اقرب مثال عليه هو video games طبعا اكيد يعني كل type من هاي applications له يعني band requirement خاصة له متطلبات خاصة من ناحية delay من ناحية jitter من ناحية packet loss فكل هاي الاشياء في جزء خاص بالمادة رح نغطي تحت ما سمى quality of service نصير نربط شو تأثير مثلا ال bandwidth delay packet loss الجitter على applications تكون voice over IP application واللي تكون عبارة عن mix بين video و audio for example قلنا ال interactive applications نقصد فيها streaming المادة لقدام لما نبدأ فيها رح نميز نوعين من streaming ما يسمى stored streaming و live streaming طبعا مثال على stored streaming netflix مثال على live streaming انك تقدر تعمل streaming live يعني زي مثلا ممكن عن طريق اليوتيوب تعمل live streaming ممكن مثلا يكون عبارة عن بث مباشر مثلا من زي pay per view بدك تحضر مباراة live فيكون الهبث مباشر فهذا streaming انه يكون capturing للفيديو يعني بنصور الفيديو بنعمله streaming بنفس اللحظة بنسمي live streaming وفي عندنا store streaming طبعا في المادة لقدام راح نحاول نميز بين النوعين نشوف كل واحد يعني قديش بتأثر أو sensitive لل delay لل jitter لل bandwidth لل packet loss فزي ما انتو شايفين يعني احنا بالمادة بنغطي بالأول concepts الليها علاقة بالاوديو والفيديو والإمجز لكن كلها بالآخر نربطها بالnetworking part هاي تقريبا المادة شورو راح نغطي فيها اذا فيه اي ملاحظات او استفسارات ممكن يعني نتناقش فيها بالوقت المتبقي فيه احد عنده اي استفسار عن طبيعة المادة طيب الآن خلينا نتكلم الآن عن الاشي اللي بفكر فيه لطريقة اعطاء المادة الآن كان في عندي تجربتين خلينا نحكي الواحد يعني بيتعلم من التجارب السابقة يعني كيف يعطي المحاضرات فمادة الملتميديا الفصل الثاني الماضي اعتمت فيها طبعا لأنها كانت بداية ولسه يعني الأمور مش كثير واضحة بدنا نرجع للجامعة مع ما نرجع على العموم يعني فيه نرجع نقول اللي بنسمي الآن التعليم عن بعد الابروتش الأول اللي هو بيكون في عنا ريكوردينج لللكترز وبيحضرها الطالب أوفلاين مش بوقت المحاضرة وهذا بتكلم عن التجربة اللي عملتها بالملتميديا الفصل الثاني الماضي ريكوردينج لللكترز والطالب بيحضر المحاضرة أوفلاين زي ما بيحكوا بغض النظر عن أي ساعة بصحة على هوا بعضكم يعني كان عنده معاناة يحضر حتى محاضرة الواحد ونص الفصل الماضي بأنه يعني يصحى ويحضرها اليوم محاضرتنا على العشرة بتبدأ فالآن كانت خلينا نحكي الطريقة أو السيناريو اللي مشيت فيه بالفصل الثاني كان في ريكوردينج أوفلاين للمحاضرات كان الطالب يحضرها وبعد ذلك كان في عنا فورم موجودة على الإي ليرنينج بأنه الطالب يعني يسأل إذا عنده أي استفسارات بعد ما يحضر المحاضرة وكان عملنا زي ريفيو لكتشرز بس هاي صراحة نعملناها بنهاية الفصل يعني كانت ريفيو كاملة للكورس وبنفس الوقت لأنه كانت أول مرة بنا نعمل امتحانات أونلاين عملنا سبشال سيشن يعني نتكلم فيها عن الامتحانات والمادة والكذا هذا الابروتش الأول اللي مشينا فيه بالصيف يمكن كنتوا معي بمادة النتورك بروتوكولز اعتمدنا مبدأ اللايف لكتشرز وإنه نفس المحاضرة نعطي فيها المحاضرة ونفس المحاضرة يكون فيها الأسئلة والأجوبة هسا أكون صريح معكم من تجربتي بالبروتوكولز اللايف لكتشرز جيدة إنه الطالب يكون معي بس بحالة إنه يكون الموجود الكل يعني عشان يستفيد من المحاضرة خلينا نقول إنه بعض الطلاب مش الكل بديش أعمم الحضور بالنسبة له الهدف منه هو الحضور والغياب والبعض الحضور بالنسبة له هو إنه يعني يحضر المحاضرة ويسمعها ويسأل بالمحاضرة أول بأول الشيء اللي لمسته بالمادة البروتوكولز إنه مع تقدم الوقت في المحاضرات بلش يخف الحضور شوي شوي يعني اليوم بنتكلم عن 22 23 طالب يمسجل بيحضر النص قاعد أو أكثر شوي من النص يعني موجود معي حاليا 13 طالب من أصل يمكن 22 23 هذا وهيك لسه ما بلشنا اللي صار إنه يعني شوية شوية قلبت عندي المحاضرات أو المست أوفلاين يعني بدخل على المحاضرة وبعطي المحاضرة وبيكون معي يمكن مرات تصفي على الطالب وطالبين وثلاث على جميع الأحوال أنا بالنسبة إلي الحضور يعني مش هو الهدف يعني أنا ما بتفرق صراحة معي إنه يحضر 20 طالب أو يحضر طالب طالما إنه المحاضرة الطالب بالآخر إذا بيحضرها أو بيسمعها سواء live ولا stored هين بنتكلم قاعدين بالمالتي ميديا live streaming و stored streaming فأنا بالنسبة إلي الطالب سواء حضر المحاضرة live streaming or stored streaming إذا وصلتوا المعلومة هذا الإشي اللي أنا بدي إذا عنده استفسار برضو إنه إما بيكون live يعني بيسأل بالمحاضرة نفسها أو إنه مرات الطالب بتلاقيه بعد ما يحضر المحاضرة أو بعد ما يعني يدرس المادة بيصير عنده تساؤلات أكثر أو يعني بيفهم أكثر الفكرة وبالتالي بيصير عنده تساؤلات منطقية أكثر فالآن أنا يعني أمام خيارين الفصل هذا إما إني أعتمد مبدأ الملتي ميديا كورس على الفصل الثاني أو إني أعتمد مبدأ النتورك بروتوكولز تبع الصيفي في حال وأنا بجوز ميال إله أكثر على ضوء يعني إنكو نفس الطلاب اللي كنتوا معي في النتورك بروتوكولز ميال أكثر للمدل تبع الملتي ميديا تبع الفصل الثاني إنه يكون المحاضرات متوفرة لكم بس الصحيح يعني ما في غناء عن المحاضرة نفسها اللاي بمعنى آخر إنه واحد من الأشياء اللي عمالي بفكر فيها طبعا أنا قاعد بتكلم زي ما بقولوا زي اللي بفكر بصوت عالي عشان برضو يعني تشير thoughts with you إذا في حدا برضو يعني بيقترح شغلات كويسة يعني بنفكر بالكورس فما في غناء عن المحاضرة نفسها فواحدة من المودلز اللي يعني ممكن أمشي فيها إنه بتكون المحاضرة عندك بتسمع المحاضرة بتسجل إيش عندك أسئلة عليها اللاي اللي هي وقت المحاضرة بنخليها discussion في المادة السابقة يعني برجع مثلا بعيد بعض النقاط بالمحاضرة إذا كان في examples أو أشياء نعيدها يعني نوضحها أكثر إذا كان في تساؤلات هون بيجي الفكرة إنه هذا الطالب اللي موجود معي live هو فعلا يعني جاي عشان يسأل أو جاي عشان يفهم نقاط معينة وليس جاي عشان إنه يسجل إنه حضوره غياب أو إنه جاي قدامه محاضرة بتنعطى فهو نوع من استبدال الفورم اللي كنت عاملها الفصل الثاني الماضي كانت على e-learning كانوا الطلاب يسألوا أجاوبهم على e-learning تقريبا يعني شبه يومي هاي أنا يعني بقترح إنه لا إذا بدي أعملها بدي أعملها live session والlive session بيكون وقت المحاضرة بحيث إنه يعني بنفتح المجال للأسئلة أكثر يعني بدل ما تكون الأسئلة خلال الشرح بتكون الأسئلة بعد ما الطالب يقرأ المادة ويصير عنده تساؤلات فيصير فيه نقاش بنقطة معينة بعض الكونسبت ممكن أرجع يعني أسأل هل كانت واضحة أو إنه مثلا فيه الهداعي نعيدها مرة ثانية برضو هذا النوع من المحاضرات it's not necessarily إنه يكون regular يعني كل اثنين وأربعة for example مرات منستنى نغطي مادة إما مثلا مادة أسبوع كامل أو أسبوع ونص وبناء عليها نعقد محاضرة بوقت المحاضرة طبعا ويكون فيه discussion يعني واضح أكثر لهذا الشيء خليني أستخدم إما المايك أو الـ chat system يعني أخذ منكم feedback من تجاربكم في المواد سواء في مادتي أو في مواد مع مدرسين آخرين أي model اللي يعني بتشوفوه أكثر فائدة اللي بحب يتكلم ما في مشكلة بس ما بدنا الكل يتكلم مع بعضه اللي بحب يعلق على الـ chat يعلق it's up to you مي بدو يتكلم محمد آه دكتور اللي اللي حكيتها كتير ممتازة بحيث أن أنت بتأخذ راحتك بترتيب وطريب تفرح المادة والطالب اللي بديو حضر الفيديوهات الأفلاين هاي أنه بحضرها براحته وببني عنده تساؤلات وبحط نوتس تبعته وكونوا أن المحاضرات اللي اللي هي رح تكون يعني 2 أربع بوقتها بكون في مجال واسع كبير للأسئلة يعني أنا شايف أنه هي الطريقة اللي حكيتها كتير ممتازة طيب نسمع من الآخرين طبعا أنا هذا الكلام كمان بدي أرجع أعيده بالمحاضرة اللي بعد هاي يعني أرجع أسمع كمان من زملائك والآخرين هو العدد بشكل عام المرة هاي الشعبتين صغارة شوية يعني راوند العشرين بس برضو بنا نسمع من الشعبتين يعني فيدباك طيب الآخرين شو رأيهم يعني فيه على الشات خليني أشوف بالله شكراً للمشاهدة اشتركوا في القناة